فهذه المواد التي فيها هي مواد غدائية هي أملاح معدنية فيها منبه من الكافاين ولكن فيها مادنة مصرطنة كل الناس دي السكر قال لك بأن كين سحون يشربوا ليس خفض لهم السكر كين سحون يشربوا ليس خفض لهم مدمنين على القهوة دباي لما يشربوا ليس خفض لهم لماذا لأنها ستنشط الجهاز العصبية تجري الدم تفتح هذه الشراين الشعيرات الداخلية في المخ فكيمشي ذلك الألم اللي ما كانت تناوله هاش كيرجع هذا الأصل دياله طبعا كي بدأ يحس للشخص بألم الناس اللي عندهم هذا الألم الرأس الحادة فكيمشي ذلك القهوة ولكن يحبسوها تدريجيا القهوة ولكن يتناولوا هاش الأطفال من الأحسن يحفظوا هذا الشيكي بعد طلبه في الجامعة مثلا الآن تشرب قهوة في الليل باش يبقى فيق باش يحفظ هذا الخطأ سيكولوجيا هذا الشراب أصبح في دماغ الناس يعني في فكر الناس يعني العرب هم سادة هذا الشراب ليس الغرب العرب هم سادة شراب القهوة يعني لأن هناك نوع اسم العربية العربية وكين روبيستا كين أنواع أخرى ولكن هذه الأنواع المعروفة الآن في السوق فالقهوة فيها يعني نحن نتكلم عن حبوب البن يعني عن القهوة الطبيعية حبوب القهوة هي مادة نبات طبيعي خلقه الله سبحانه وتعالى لهذه الأغراض الانسان لم يطحن القهوة ويضيفها للخبز أو لم يعني يطهيها كما يطهي مثل الفاصولية والعدس والحمص والفول ولم يعجينها كما يعجين الخبز ولم يأتناولها كما يتناول اللوز والقرقاع هذه الأشياء يعني كي حمصها يعني كي سخنها فعلى على النار التحميص عملية التحميص هشنية واكي يقليوها على النار كيدرها في الفرح كاتقلة حتى تتحمر شوية على حسب القهوة مرة يقليها بزاف يعني في الفراح يريدها قليلا حمراء وحلواء ويقليها بزاف غير صهدها ثم يطحنها ويشربها وحتى إذا طحنوا الناس بدون تحماص بدون تصهادوا الاشياء ويعملوا مع الماء فهي تشرب فقليل من يعلم أن القهوة تحتوي على 13% من المواد الدسمة هي مصنفة مع الحبوب الزيتية فعلا هي تضاهي تقريبا الحبوب الزيتية الأخرى لأن الزيتون يصل حتى لـ 19% في المياه ديال للزيت في الأول تكون يلا 14% ثم أن اللوز والقرقاء وذيك يشفهم كمية حتى لـ 25% يصل حتى لـ 25% من المواد الدسمة من الدهون زيت والقهوة كذلك فيها زيت وزيت القهوة هو زيت جيد ولذلك هذه المواد الطيارة هي مواد على شكل حمضيات طيارة حمضيات دهنية طيارة ولذلك نسميه الفرنسية اللي نسميه هذه النكهات القهوة والناس الذين يشموا القهوة الطبيعية تعجبهم بعض المرات الذين يشموا القهوة محروقة لا تعجبهم لأن هذه المكونات يمشيوا منها ولكن القهوة الطبيعية إذا شموا الناس الحبوب قبل مؤلاء الذين يكونوا يحمصوا من أحسن المنكيهات اللي يخلق الله على وجه الأرض هي مالك تكون هذه القهوة كالتحمص وكانك يضيفه لها شاعير يضيفه لها حمص وكانت تشرب قليل ولكن هي القهوة خاصة تكون خفيفة وخاصة تكون طيبة بطريقة عادية ببعدها نعم طيب مع الموت يصفيه هكي ما كانت من قبل أما القهوة اللي يتناوله الآن في السوق على شكل مصنع يعني هذا الدائب القهوة الدائبة فطبعا ما اللي تتصنع المادة أن الصانع يمضطر يضيف إليها أشياء حافظة لن يجب أن تتكوّر لن يجب أن تتجمع ويعني يجب أن تكون سائلة ما اللي تخويها الباكية دي لها في الكاس يعني يجب أن تكون سائلة الاريولوجي دي لها نسميه ثم البروبيلنت هذوك اللي يجب أن تجمع ويعني يجب أن تكون كبيرة فالصانع مضطر يضيف لها هذه الأشياء فهذه المواد المحفظة ما هي لك تفسد المواد الغذائية أما القهوة كمادة طبيعية فالناس يشربها وكانوا يشربها جيدة تحتوي تقريبا على 1.5 من الكافين مادة الكافاين هذه 100 جرام دي القهوة فيها 1.5 جرام مادة الكافاين يعني 1.5 ما قوية ولكن لا نستهلكو 100 جرام طبعا نستهلكو 10 أو 15 أو 20 جرام يكون فيها 0.15 أو 0.7 يعني غير مدرة يعني ليس غير مدرة ولكن تردت في اليوم لو شربوها الناس 10 أو 15 مرة نعم لأن تنشيط الجسم أكثر مما يلزم طبعا من بعد سيصاب بعياء ثم يقول لي لدينا مشكلة دي الألم الرأس لأنه المشكلة لأن الناس اللي يكون مدمينين على قهوة دبائلة لما شربوها يتنشط الجهاز العصبي كتجري الدم كتفتح هذه الشرايين الشعيرات الداخلية في المخ في الجهاز العصبي فكيمشي ذلك الألم اللي لا تناولوهاش كيرجع هذا الأصل دياله طبعا يبدأ يحس الشخص بألم نعم حتى الناس اللي عندهم هذه المشكلة اللي يسمونه الشقيقة معنى الشقيقة كلمة الشقيقة جات من شق وأنه يضروا غير واحد الجهاز يدرسوه فعلا الناس اللي عندهم هذه الألم الرأس الحادة يحبسوا القهوة ولكن يحبسوها تدريجيا شوية بشوية يعني على مسافة شهر يعني على مدة شهر يبقوا ينقصوا بشوية القهوة فيها كذلك رماد نحن نعني في صناعة المواد الغذائية ونحن نعني علماء التغذية في التركيب الكيموي للأغذية نعني بالرماد لأملاح المعدنية من اللي كان بغون تقييم الأملاح المعدنية الموجودة في واحد المادة كان نحرقها قد ما أعطتنا الرماد كثير قد ما كان نعرفه بأنها في أملاح معدنية كثيرة والقهوة في أربعة في المئة ديال الرماد يعني في أملاح معدنية كثيرة جدا كالسيوم فوسفور حديد كمانيزيوم ولكن هذا الرماد يكون فيه على الخصوص كالسيوم وليك يمثل يعني أكبر كمية ديال هذا الرماد فهذه المواد اللي فيها هي مواد غذائية يا أملاح معدنية فيها منبه يعني الكافاين ولكن فيها مادة مصرطنة يعني بنسبة ضعيفة مادة مصرطنة ديالكافيستول فيها مادة الكافيستول هي مادة مصرطنة معروفة ولذلك على الأقل مثل مثل الناس المصابين بسرطان يعني الأطباك ينصحوهم ما يتناولوش القهوة من الأحسن يعني نعم بحل بزار بحل القهوة بحل الأشياء اللي فيها مواد مصرطنة من الأحسن ما ياخدوهاش حتى المواد اللي فيها مظافات غذائية من الأحسن الناس اللي عندهم سرطان ومراده تحت العلاج التقيل هذا العجاج الكيموى ماشي سهل فمن الأحسن يتفدوه هذا شراب القهوة من الأحسن يتفدوه كين أشياء أخرى وهو كان عرف القهوة بأن الإنسان يشربها على شكل شرب كي يطيبوها ويشربوها ممكن القهوة قبل ما تتحمص و لا تتحمص بطريقة و لا تتحرق وممكن تتحن و تضاف إلى مواد غذائية أخرى ليس هناك أي مشكلة تضاف إلى جميع المواد حتى الخبز الناس لا يعرفون شادقالية كين يضيفوها الحلوات كين يضيفوها الحلوات هي منكهة هي القهوة منكهة ممكن تضاف الشربة ممكن تضاف للأشياء كثيرة المواد الغدائية ممكن تضاف للقهوة هذه هي القهوة التي خلق الله القهوة الطبيعية حبوب البن لكن المواد الصناعية الموجودة في السوق التي تباع باسم القهوة نحن لا نتكلم عنها ثم من الأحسن من الأحسن القهوة لا يتناولوها الأطفال من الأحسن نعم لأنها ربما ستزعجهم في النوم الأطفال لو يأكلوا مواد الصناعية الآن إذا زادوا خلقوا قهوة سيجعلوا مشكل آخر فمن الأحسن لا يعطيوها للأطفال صغار لأنها سيجعلوا مشكلة النوم وحتى المشكلة تحصيل الأطفال التي يقرأها ويحفظها بعد طلبه في الجامعة عامة للآن يشرب قهوة في الليل ويبقى فايق ويحفظ هذا خطأ لأن بعد العشرة الليل والفوق ليس هناك برمجة في المخ والمخ الإنسان الذي يريد أن يحفظ يصلي صلاة الصبح ويحفظ بعد صلاة الصبح مباشرة تكون الجهاز العصبي يعني جيدا ويكون كل شيء حتى مع الصباح لا يوجد مشكلة معروفة في الميدان العلمي كما قلت أن الأطباء ليس غير القهوة جميع المنبيهات والمنشطات منعهم على الأشخاص لديهم بعض الأعراض أن القهوة تمنع على الشيوخ أولا الناس الذين لديهم ستين عام والفوق لا يريدون أن يشربوا قهوة ثم كما قلت معلومة الأطفال من الأحسن الأطفال لا يأخذوها للأشخاص لديهم أعراض لديهم القلب هو الأول نعم هذا ممنوع لديهم المنبيهات ثم الأشخاص كذلك الذين يقدموا هذا الألام الرأس الحادة والذين يقدموا بعض الأعراض تتعلق بالجهاز العصبي ممنوع لديهم هذا المنبيهات والنساء الحوامل والمرضيعة نساء الحوامل والمرضيعة هذو ناس الذين تحت العلاج هذو كلهم هذو القهوة لأنه الشراب الترفي هي للناس الذين يصحح ويقدم الأعمار من 20 إلى 40 إلى 45 وأن هذا العمر نشط نشط يعني أنه يخدام يتحرك يتركز ويشرب قهوة ويكون قهوة طبيعية لا يستمع لأنه كما قلت الجسم تنشط أكثر مما يلزم ويأخذ واحد المادة الذي ستغير الفيزيولوجيا وهذا ضربات القلب طبعا تزيد وعنا نعرف أن العكس المخدرات هو القهوة كذلك هناك بعد نشط مشروبات كانت مشروبات المنبهة التي تناولها الأطفال وخصوص في الدول الشرقية يعني تناولها لأنها منشطة هذه المشروبات لا يوجد أي شيء أو الكافيين أو الطورين الكارنيتين كافيين هذا المواد التي تعمل الصناعة هنا وإذا تناولها بكثرة لمدة خمسة سنوات فالجسم لا يوجد الوظائف كلها والذلك أنا أتكلم عن مادة طبيعية خلقها الله إذا تناولها الإنسان في حدودها مع الصباح أو الهتل لا يوجد مشكلة ولكن في المساء لا المسألة لأنها تزعج الجهاز العصبي وتو حتى القضية دي الضربات القلب لأن الجسم في الليل في النوم أثناء النوم أثناء السكون الجسم اللي كيكون ساكن يجب على ضربات القلب أن يكون ضربات هادئة وكذلك تنفس دي الجسم كيكون هادئة أثناء النوم فإذا أخذوا الناس منبهات ربما الشخص يكون نائم ولكن ضربات القلب ديوله مازالين خدامين بنفس الحدة والشيء لا مقارنة مع القهو يعني الشيء الناس يخصم يشربوه بكثير لأن مادة التايين هو ما فيش مواد مصرطينة بالعكس في مواد حافظة من السلطان وهذه مادة التايين اسمه هو التايين لأنها في شيء ثم سميت هذه الكافاين لأنها كينا في القهوة والكافاين هي عكس تايين يعني العمل للتايين مشي تايين كي نشط وحدة تايين نشط الجسم بوحدة طريقة بسيطة ومتكاملة وطويلة لأمد تايين لأنها ليست عنيفة الكافاين لا الكافاين منشط منبئة عنيفة يعني حال ما تشرب القهوة كتوصل الدم صافي ضربت القلبك تزاد وكتولي يعني الجسم ديولك يعني خصك تخدم إلما خدمت شيء لك تشرب قهوة وجالس هذه كاريتا عودتها يعني كاريتا قليل الناس ديول السكر قليلك بأنك ينسحون ويشربوه بشخفض لهم السكر لا ليس هناك أي شيء في القهوة يحد من السكر عليه إن كله نبات جيد لأصعب السكري ولكن القهوة بالعكس أنا أقول العكس يعني بماذا لأنه يلما تنشط نعم يلما تنشط الجسم فطبعا تكون هناك حرق الطاقة كتجريت دم أما أنها تخفض السكر فهذا غير وارد وهي داخلها يعني أنا شفتها في بعض كثير من مشي أبحث غير مقالات أنهم يتكلموا على هذا الحديد ديال أنا تخفض السكر ولكن الناس مخصمش غلطه يسمعون أن قلنا لي مرة تخفض السكر يبدو يديروا لا نحن لا نكذب على الناس ولا نضليل الناس ربما ما تضرش أصحاب السكري نعم لا تضر أصحاب السكري يتضر أصحاب القلب والشرين تضر أصحاب الجهاز العصبي ولكن لا تضر أصحاب السكري يعني فرق ما بين لا تضر وما بين تعالج لباش الناس ينكونوا واضحين معه ويسمعوا معلومة دقيقة جدا أما الأمر خطير جدا وأن أنا قلت بأن أسوأ خليط هو القهوة مع الحليب يعني الناس ما يقدروش فعلى الأقل ما يديروش الحليب كثير من القهوة يديروا القهوة كثير من الحليب نعم وما يكونش حليب ذاسي من الأحسن وإلا فالناس ممكن يزيدوا واحد القطرة للحليب في القهوة كنسميه نحن من هرساب المصطلح المغربي يعني يزيد واحد النقطة دي للحليب يكون حليب بدون ذاسي ممكن أحسن والخليط مع الشاي أحسن جيد حليب مع الشاي يتجانس يعني سبحان الله هكذا يعني القهوة مع الحليب لا تتجانس ولماذا يعني بسارية في العالم كامل؟ نعم سارية عالية واعتاد الناس هذه الأشياء اعتادها فقط مسألة سعادة مسألة سيكولوجيا مسألة الاجتماع وسيكولوجيا ومسألة تدخل في تأثير الجماعة على الفرد